الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن ماب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شهد الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عيد الدوحة شهد الأعزاء تشكل عياد المسلمين أحدى صور التكافل والتراحم من صدقة وزكاة وصلة أرحام معاني التكافل في العيد هو عنوان هذه الحلقة ولكن خلونا نتوقف مع بعض التهاني أي تهاني العيد ثم نعود إليكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أبارك لسموه الأمير الوالد وسموه أمير البلاد بن فدى شيخ تيم بن حمد آله ثم والشعب القطري الكريم بهذا المناسبة الطيبة عيد الفطر المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أي عيدة على بلدنا وعلى شعبنا أيام عديدة وسنين مديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذه المناسبة نعيد على الحكومة قطر أميرا وشعبا ومواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة وإذن نعيد على جميع المسلمين في جميع مختلف أنحاء العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد بالبركة والخير وأن تكون أوضاع المسلمين وما يعانيه المسلمين يكون إن شاء الله في السنوات القادمة أفضل حالا ونعيش في رخاء وسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد نعم شيء الكرام كل عام وانتم بخير في عيد الفطر السعيد دعوني ورحب في ضيوف حلقة اليوم الشيخ عاير بن دبسان القحطان نحيك الله عبد الرحمن وعلى لك مبارك العام مبارك يا محمد ويجعني 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 من الدنيا والآخرة اللهم أمين كما رحب أخوي الشيخ تركي بن عبيد المري وتقبر الله مننا ومنكم صالح الأعمال الله أرحب بك شيخ أحمد أستر الله أن يتقبل مننا الصيام والقيام وأن يبارك لنا فيما بقي من أيام ومواسم فاضلة نسأل الله عز وجلان يبلغنا إياها ونجعانا فيها من المقولين اللهم أمين كما رحب أخوي السعاد خميس من مبارك المهندي مبارك حياك الله الله يحب يعيك مبارك كل عام انتبخير كل عام انتبخير وعيدكم مبارك ونقول حق أهنة في قطر وفي الخليج ودول الإسلامي كل عام انتبخير وعيدكم مبارك واتمنى إن شاء الله يؤيد علينا وعلى جميع المسلمين نكون كلنا بخير وسهالة إن شاء الله اللهم أمين السعاد محمد حجي أدعيك مبارك كل عام تبخير وحياك الله معنا في حلقة عيد الدوح كل عام تبخير ومباركة للمشاهدين وملاهم كل عام تبخير وكل هالقطر اللهم أمين اللهم أجعل هذه الأيام وإحنا أيام عيد أسأل الله يتقبل منكم الصيام والقيام وأجعلنا وإياكم للمقبولين عبد الرحمن مظاهر التكافر في المسلمين كثيرا لها الحمد فما هي بعض مظاهر وصور هذه التكافر بين المسلمين نعم طبعا في البداية أسمح لي وأهني وأرفع أسماء آيات تهاني إلى مقام حظر الصاحب السمو الشيخ تيمي بن حمد الثاني بنسبة هذا العيد السعيد عيد الفطر مبارك وإلى الشعب القطري وكل المقيمين في هذا البلد مباركة ولكافة المسلمين في كل مكان وأسأل عز وجل أن يعيد هذا العيد علينا أزمنة عديدة ونحن ننعم بالأمن والأمان والرخاء اللهم أمين مظاهر التكاتف بين المسلمين هي حقيقة من الميز التي يميز الله بها أهل هذا الدين الدين الإسلام وهي كثيرة حقيقة يعني من أبرز هذه المظاهر أو خلنا نقول المواقف التي تحدث بين المسلمين رضية الوقوف مع بعضهم البعض في المحان تشمية العاطس كذلك أيضا الجنازة وهي جنازة أيضا يتبع اتباع الجنائز وما يتعلق أيضا بالتواصل وسيلة الأرحام يعني الله سبحانه وتعالى جعل من يصل رحمة له مكان عظيم من وصل رحمة وصله الله ومن قطع رحمة قطعه الله وأفضل أشياء في العيد حقيقة يعني تأتي للنفس من فرحة والسرور وغبطة قضية التواصل بين الناس والزيارة والبر بالأقارب من آباء وأمهات وخوال وخالات وتعوم الفرحة ولذلك سبحانه تنصهر كثير من الأحقاد والضغائن في العياد مجرد ما تأتي العياد تصفى القلوب وتقترب الأنفس وصير فيه نوع من التواصل السعيد خاصة بين الأبناء والبنات وأيضا الأجيال لأن العيد لمه للأسرة حقيقة يصير فيه نوع من الاجتماع وهي فرحة يعني بشكل كبير جدا تحصل فيه انتفاضة خاصة في عيد الفطر بالذات تحديدا يعني يمكن عيد الأضحى الناس أكثرهم في الحج وإلى آخره لكن عيد الفطر فيه نوع من الانتفاضة والحركة وتحصل بعد صلاة العيد قطر خلية اللي رايح وليسلم على سمريونه وليروح لجماعته وليروح لأهله وقاربه وأول ما يبدون فيه كثير من الناس بزامة الله خير وهذه ألاحظه وأعرفه الأب والأم خاصة إذا كانوا يعني بعيد بيوتهم عنهم يروح يزور الأب يعيد عليه تقهوا عنده يفطر عنده يسلم على والده إلى آخره وقص على الإخوان أيضا يرتقون تجد الإخوان وعيالهم وأيضا الأخوات وبناتهم وأبنائهم يجتمعون فسير في نوع من التكاتف يسير في نوع من التواصل الإخاء في العياد هذه المظاهر حقيقة ما تجد في أي مكان آخر ولا تجد في أي دين آخر وهذه نعم لأهل القطر مازاله الحمد لله في تكافل بينهم وفي تواصل بينهم وهذه سبحان الله من الصور الشيخ تركي أيضا ومظاهر اللي اليوم موجودة بين التكافل بين الغني والفقير بين الناس عموما ونحن في قطر الحمد نراه يعني الله الحمد يعني جلي وواضح إذن للشيخ أحمد أن ننظر إلى هذا المفهوم وفهوم التكافل من زاوية يعني وإن ظن البعض أنها بعيدة إلا أنها مسيسة العلاقة بموضوعنا حقيقة أن التكافل في شريعتنا سواء كان مظاهر التكافل التي تبرز ظاهرة في العيد أو في غيرها حقيقة هي نتاج امتزاج بين الروح والمادة ميزة هذه الشريعة المعجزة ليس التكافل في شريعتنا يعني شعاراً يرفعه من يدغدغ عواطف الناس من أصحاب التوجهات أو الأنظمة المختلفة التي ترفع شعارات فارغة أثبت الواقع أنها فارغة دعونا ننظر إلى صور التكافل في شريعتنا التي كانت واقعية إلى حد بعيد في شريعتنا هناك حق معلوم للفقير وللمسكين وهناك جزء من المال يعني يواسى به هؤلاء ليس هؤلاء شركاء لك في المال بالمعنى الاشتراكي الماركسي الذي أراد أهل هذه النظرية أن يعمموه في الناس فأثاروا غريزة الطمع في الفقير والغيرة والحسد من الغني وصادموا فطرة الإنسان في التملك فحصل من الخلط واللغط والشغب ما جعل هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق لأنها ليست من تنزيل الحكيم الحميد بينما في شريعتنا التكافل معنى جعله الشارع مقننا إن صح التعبير يناسب فطرة الإنسان لأنها شريعة اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق هذه الزاوية البعيدة لو ضيقناها شيئا فشيئا لو وجدنا لها تطبيقات لا حصر لها في شريعتنا على سبيل المثال نحن في هذا اليوم المباركة أو في هذه الأيام المباركة نجد من التشريعات التي اختص بها هذا اليوم صدقة الفطر أو زكاة الفطر والتي بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منها بقوله طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين وقال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم لماذا؟ حتى يشارك الفقير الغني في هذا الفرح وفي هذا السرور وهذا معنى راق يدل على رقي هذه الشريعة وأنها شريعة جاءت للجميع هذا معنى من المعاني وتطبيقاته كثيرة خصوصا في هذا اليوم لا علي أرجع لا علي أرجع لكن إن شاء الله فيها لأني وشيخ تركي أسهب في جانب معين لكن بمبارك هل اليوم التكافل هي مادة فقط أني أنا أطعم زكاة الفطر هي جزء لا شك في رمضان يمكننا شوفنا الصور التكافلية التي موجودة في رمضان وكانت جلية أيضا فهل هي الصورة هي المادية هي اللي مطلوب مننا أن نتكافل فيها أم لا في صور أخرى اجتماعية ينبغي علينا أن أيضا يكون بين الفقير والتكافل فيها بين الناس والله وشوف يعني الحمد لله رب العالمين نحن الله نعم علينا في هذه البلد يعني يمكن من أهل البلد نفسهم ما في ذاك الفقير اللي ممكن يعني ينكسر خاطرة أو عيالة مبقادرين يعني يلبسون حق العيد الحمد لله لأن هذه منظومة يعني شاملة الدولة ولله الحمد وأيضا الأهل فيما بينهم أيضا لهم دور كبير في أنه يعني تكاتفهم فيما بينهم يعني إحنا عندنا كان في بعض الناس يعني يقول حق عيالة خذ ولد عمك أو عيال عمك وروح خيط لهم ثياب معاك لا تبين لهم روح الخياط أو روح شتر لهم اختر أو 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 يعني حق مناسبة العيد عساسنا ما يحسسهم بالفرق اللي بينه وبين عيالة وخاصة مبارك وخاصة لما يكون متوفي عندنا نعم أنا أتكلم عن أنه واحد يعني قاعد يعني مسؤول عن عيلة أو أسرة معينة وبالتالي ما يبغي يكون الفرق بينه وبين هذه العيال موجود فهي يعود عيالة على أن هم شلون يتكافلون مع عيال عمهم أو مع جيرانهم أو مع أخوانهم في نفس الوقت شلون هم يتعاملون معهم من غير ما يشعرون يعني ما يحسسونهم فالحمد لله إحنا في هذه البلد الله عطانا نعم كثيرة جدا وإحنا يعني نشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم وأهم شيء نحن يعني لما نشوف الموائد الرمضانية اللي صارت من خلال الناس يعني بدأوا الحمد لله بدأت تنتشر يعني العمال السواقين التي تلقاه موجودين ويشركون الأهل أو يشركون أهل الحي في الأمر هذا الحمد لله ينعكس في أيامنا هذه أيام الأعياد ينعكس عليهم أيضا بالمحبة بالألفة بالترابط الإنساني والاجتماعي القوي جدا يعني يصير بينهم محبة غير طبيعية وبالتالي ينتشر الأمن ينتشر السلم في هذه البلدة ولله الحمد من خلال بعض يعني نقول نحن ما نقول طقوس ولكن من بعض العادات اللي تعودوا عليها الجطة وتربلنا عليها يعني في بعض المقيمين أو بعض الناس اللي جايين وفود أو جايين من بره يستغرب يقول والله يا أخي ما شفت يعني مثل هذا المجتمع في مكان آخر كيف هذه الألفة شلون الحبين بعض شلون يعني عندهم نوع من التكافل الإنساني القوي أو الترابط الغير محسوس ما حد يشعر فيه يعني ما تقدر تشعر الأخل اللي قدامك أنه أقل منك كلهم في مستوى واحد ويذكرني سبحان الله في أحد الأجانب شافه مريض كان ظهر موجود في المستشفى فشاف مريض موجود في المستشفى واحد طالع وواحد داخل واحد طالع وواحد داخل فقال هذا شخص مين كل هذا شخص عادي إحنا من عاداتنا أهل قطر أي مريض نزوره لأنه سبحان الله هي من الواجب على المسلم سبحان الله وهي زيارة أو عيادة المريض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخي محمد أيضا من جوانب التكافلية اليوم اللي موجودة. هناك صور اجتماعية موجودة. لا تحدثنا عن جزء من هذه الأمول والصور الاجتماعية اللي في بلد. يمكن الشيخ عبو مبارك تكلم عن جزء منها. لكن أيضا إضافة من أخي محمد. يعني الشيخ أنا في البداية ممكن أحب أكد طبعا على أنه المجتمع في قطر أنا أعتقد أنه هو الحمد لله مثل ما قاله أنه هو في خير ونعمة. ولكن أيضا أنا أعتقد أن العمل الخيري في قطر مستمر طول السنة وطول العام. يعني ممكن ما يجي موسم الله. يعني أكيد سبحان الله في رمضان طبعا أكيد العمل الخيري يزيد من خلال طبعا. نحن نلاحظ طول العام من خلال الجمعيات الخيرية. هناك دور كبيرة تقوم فيه. وأيضا يعني هل قطر ممكن معروفين بحب العمل الخير طول السنة؟ يكون هناك كثافة للعمل خلال رمضان بحكم أهمية هذا الشهر وأهمية وأيضا خلال العيد حتى هناك يكون هناك نوع التواصل الاجتماعي ما بين جميع الفئات في المجتمع وأحرص أنا أعتقد يمكن القيادة في قطر والدولة والحكومة وأيضا الشعب القطري يعني دائما ما يحب للعمل الخير بأن لا يكون هناك محتاج في قطر هذا جانب. الجانب الآخر إذا سمحت لي أن أنا أحب أعرج على موضوع عملية التواصل طبعا خلال العيد بالتهاني ليكون هناك التواصل نحن كما نعرف أنه التواصل المباشر وهذه من عاداتنا أن تكون في زيارات خلال التواصل الاجتماعي الآن حسب بسائل حسب بسائل التواصلات لكن مع ذلك للأسف يعني ممكن تكون هناك نوعا ما أثر الواحد ما يتمنى يعني خلال العيد وهذه فرصة نحن نوجه هذه الرسالة أنه نبتعد عن مسألة التواصل يعني مساءل التواصل الاجتماعي الآن في سبوك و تويتر وأن يكون هناك التواصل موجودة ما عندنا مشكلة نحن نقول موجودة موجودة ولكن لا تكون لها تأثير في عملية التواصل يعني ممكن الواحد أحيانا يكسل فأنه يرسل رسالة تغليل منها قدر المستطل صحيح صحيح أنك في هذا الوقت تمنع لا تأثر على قضية زيارات الزيارات الأثر لأن الزيارات المباشرة مهمة جدا الشيخ يعني في مسألة فعلا تكرس و هي إدخال السرور حتى أنك إدخال السرور لأنه ما أنا أكون عندي مجلس وأنا أقول دائما اللي عنده مجلس وفاتح المجلس ثلو ما يأخذ مني خمس دقائق أنا بأدخل قهوة موجودة وكل شيء موجود بدش على الشيخ تركي بتسلم عليه فنجال قهوة وماشي أنا أتكلم خاصة اللي عندهم مجلس مفتوحة اللي عنده مجلس مفتوح ما تأخذ أنت منه جهد ولا تأخذ منه وقت ولا تأخذ منه شيء معدودة قيل لما أنت والله الشيخ عائض مش موجود مجلسة قلو بأكلمك محتاج ترى يبطل المجلس ربع ساعة يجيب معنا في العيد الله الحمد القدوع اليوم قد يكون موجود أنا بس ودي أما أنسى شيء ودي أنا أشكى الحقيقة جمعيات الخيرية اللي في رمضان قدمت الكثير الحقيقة وهي نوع من أنواع التكافل اللي سود أفطار الصائم أفطار الصائم اللي منتشر له الحمد كل الجمعيات بدون استثناء لا الحمد كان لهم شكر ومن هذا البرنامج الحقيقة عيد الدوح هنقول لهم جزاكم الله خير على جهودكم بيضر لوجيهكم وأعتقد أن هذا عادات هالقدر اللي إحنا تربيننا عليها لكن هل هناك صلاة وعلاقة بين التكافل وصلاة الأرحم أبو محمد بس قبل ما نبدأ النبطة هذه أنا أذكر بعض المحسنين اللي يتبرعون الخيام الأخبار هذه بنفسه يترك ملذات العيش اللي في بيتها والسفرة الطويلة ويفطر مع الخيام اللي هو تبرع فيها سبحانه أنا طبعا ذاكلي قال للمشرف تصلي وقال يخطر في فلان فلان يجي يفطر معنا لو ترتب شيء معين فالشباب حاولوا يرتبون شيء قال لا 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 أنا ما جيت عشان ترتبون أنا جاي أشوف أفطر مع الناس ومش مرة ولا مرتين ولا ثالث ذلك موضوع التكافل حقيقة نحن حد لله سبحانه وتعالي واخرنا في قطر وهذه النعمة بحد ذاتها تحتاج إلى شكر وإلى نعمة حقيقة إلى شكر هذه النعمة اللي نعيش فيها نصر العز وجل أن يدوم علينا صور التكافل في هذا الجانب كثيرا للحمد في قضية أن عدد من الجران الآن طبعا أتكلم عن رمضان اللي راح بعض البيوت نعرفها تأخذ التمر وبعض الأكلات الرمضانية ويحطونا في كرتون ويدون على السابع جار الجار الأول الثاني الثالث الرابع من مظاهر أيضا هذه من مظاهر التكافل بين صنة الرحل موجودة ومزالت في الخورة أي يعني أكثر من أضغنا اليوم يضعون على الجار الأول والثاني والثالث بعض الناس اللي ساكلين في ملاحق يفرحون في هذا الشي حتى بعض أنا أذكر الباكستاني كان جار لنا الأهل يوزعون على المبيوت قام اليوم والليام سكيني ويروح يشتري مقبلات حول عشر حبات ويشتري مشاوي وقام قبل المغرب شوي راجعي من قال له هو قاعد يوزع سيارته أشاندي قال لو وزع لك 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 لتطبخها ومتشتري يعني حتى عادة تأثر فيها المقيم ترى بمبارك مسامحني وأنا أقول بعد تلعا ما زالت في بعض المناطق في قطر أو أكثر من قطر اليوم بدت يعني اليوم في بيتك الفطور يجيك هريس رايح وهريس جاي عادة فرجان كل فريج ما شاء الله يتبادلون يعني هاي تلقى مسوي هريس هذا مسوي ساقو هذا مسوي ما شاء الله خبيصة هذا مسوي عصيد هذا مسوي ثريد هذا مسوي المشبوس فبالتالي كلهم قاعد يتبادل تلقى المائدة عندك ما شاء الله من جميع الأنواع جايتكم عنده فلان وفلان وفلان وبالتالي أيضا أنت واجبتك أيضا تطلع لهم يعني فبالتالي هذا أيضا نوع من التواصل والتراحم اللي كان موجود فلذلك يتميز بالمشبوس ويتميز بالمشبوس ويتميز بالمشبوس الحمد لله يعني مش متبطة أيضا الأكل سبب ولكن أيضا التواصل مهم جدا يعني التواصل أنه يأثر حتى على فكرة على المقيم اللي ممكن مش مرتبط بهذه العادات يتأثر فيه ويشارك يعني هالقطر في مسألة أنه هو يحاول أنه يطبق نفس المسألة لأنه شافها فعلا يعني مسألة حميدة مسألة يعني فيها نوع من التواصل ما بين أفراد المجتمع فهو يحاول أنه يشارك القطريين يعني معاداتهم في رمضان وأيضا فرحتهم بالعيد وهذا صراح نلاحظة من الأخوان المقيمين أنهم يحاولون يعني يشاركونا فرحتنا بالعيد أو حتى من خلال بعض العادات في رمضان وهذه اللي المسأة احنا في التعاملنا مع الأخوان المقيمين بجميع الشرائحهم والله الحمد احنا في نعمة لكن فرحتك بإرسال صحا إلى جارك هذا شي جميل وشفنا جلي في رمضان وأيضا في العيد سبحان الله المجالس مفتوحة نزور بعضنا بعضك الكرام أطلع فاصل قصير وأرجع لكم بعد شوي خلكم معنا اللهم ارضى عنا وتولنا وارحمنا يا كريم